السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد من أصعب أنواع البشرة في التعامل هي البشرة الجافة العديد من الفتيات التي يعانينا من المشكلة البشرة الجافة يجدون صعوبة في وضع الماكياج فعندما تضع الفسات الماكياج تظهر قشور على البشرة مما يعطي للبشرة شكل قبيح ومزعج وتضطع الفسات بالاستغناء عن وضع الماكياج وخصوصا الفونديشن فقط لأعطيكم السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى البشرة الجافة وهو عدم شرب الماء الكافي وكذلك عدم ترطيب بشكل يومي كما أقول دائما الوصفة الطبيعية وحدها لا تكفي فلا بد من العلاج الداخلي أي أنه إذا كانت التغذية ونمط الحياة غير صحيح فهذا سيؤثر سلبا على البشرة والشعر والصحة بصفة عامة فالبشرة الجزء منها إذا كانت التغذية صحيحة يعني نأكل خضروات وفواكه طازجة ونشرب لترين إلى ثلاثة من الماء يوميا ونلعب رياضة بشكل يومي فهذا سينعكس إيجابيا على صحة البشرة والشعر فالعلاج الداخلي يأتي بالدرجة الأولى ثم بعدها تأتي الوصفة الطبيعية العديد من النساء ورجال ليشتكون بأن الوصفة الطبيعية لا تنجح معهم تأتي للعديد من الرسائل عن هذا الموضوع أكيد هذا الراجح إلى عدم التغذية الصحيحة كيف لا أطول عليكم؟ اليوم إن شاء الله سأريكم كيف تتخلصون من جفاف البشرة مقادر الوصفة بسيطة جدا سوف نحتاج إلى خيارة حجم وسط نقوم بغسلها ونقطعها إلى دوائر ثم نحتاج إلى كوب من زيت الزيتون النقي الطريقة نحض الحمام مريم أي نضع قطر على النال حتى يغلى ثم نضع عليه قطر ثاني من فوق نحض الحمام مريم ونصب كوب زيت الزيتون النقي ثم نضيف إليه قطع الخيار ثم نضيف إليه قطع الخيار سوف نتركه لمدة عشر دقائق مع التحريك سوف نتركه يغلى لمدة عشر دقائق ثم أعود إليكم لأريكم النتيجة النهائية بعد أن تركت الخيار وزيت الزيتون يغلى لمدة عشر دقائق في حمام مريم يكون هذا الشكل النهائي ثم نقوم بوضعه في علبة بسم الله ثم نقوم بوضعه في علبة ثم نقوم بوضعه في علبة ثم نقوم بوضعه في علبة ثم نرى طريقة الاستعمال نغزل الوجه جيدا ثم نأخذ قطعة توب يكون من القطن و نقوم باستعمال وعند استعمال الوصفة نقوم بتدفئة هذا الخليط في حمام مريم يجب تدفئته في حمام مريم كل مرة نريد أن نستعملها كي لا يحترق زيت زيتون ثم نضع قليل منه في طبق ونبلل قطعة القطن في هذا الزيت نبللها جيداً يمكنك تدفئة المزيد ثم نعصر الماء ونضعها على الوجه ونضعها لمدة ثلاثون دقيقة كما قد من الضروري استعمال توب مصنوع من القطن لأنه يحجز زيت على البشرة ويمنع دخول الهواء وبعد ذلك نقوم بأخذ فوطة نبللها في ماء دافئ جداً ونمسح بها البشرة جيداً وبرفق على هذا الشكل تفادياً لحصول التجائد يمكن أن نبللها عدة مرات حتى نمسح الزيت المتواجد على الوجه ثم نقوم بوضع المكياج وسوف تحصلون على نتيجة رائعة هذا الزيت يسمى بزيت الخيار وهو من أقوى المرتبات للبشرة الجافة يناسب كذلك منطقة ما حول العينين ويناسب اليدين أيضاً وأي منطقة جافة بالجسم ويجب كل مرة أردنا أن نستخدمه يجب أن ندفئه قليلاً في حمام مريم كان هذا فيديو اليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم إذا عندكم أي سفسار أتركوا تعليق وأتمنى أن تجربوا الوصفة وتشاركوني بالنتيجة ولا تنسوا أن تنضموا إلى قناتي وتوزعوا الفيديو على الأصحاب والأقارب لكي تعمل فائدة انضموا كذلك إلى صفحتي بالفيسبوك بعنوان وصفة طبيعية وسريعة وإلى تويتر سوف أقوم بوضع رابط في صندوق الوصفة وإلى فيديو قادم بحل الله